بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم تقدمنا باستجواب إلى سمو رئيس الوزراء مع الأخ الفاضل الشعيب المويزري وهو متعلق في السياسة العامة وتدهور أوضاع البلد في كل المقاييس وعدب التنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة وذلك استناداً على المادة 123 من الدستور و127 وضعف الرقابة من الحكومة على كل الأمور التنفيذية ويتطلب منه تشديد الرقابة محاسبة رئيس الوزراء على الاخفاق في السياسة العامة وتراجع البلاد بناءً على المؤشرات والمقاييس وارتفاع مؤشر الفساد وكذلك الهدر في الأموال العامة والنقل بين بنود الميزانية وهذا يخالف مشروع الميزانية وعدم الربط بين وزارات والمستسات والإدارات التابعة للدولة وكذلك عدم الالتزام في تقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية ورقابة شؤون التوظف التابعة لديوان الخدمة المدنية طلبنا من سمو رئيس الوزراء التعاون للمصحة العامة فقط وفي الجلسة تبين لنا الآتي عدم التنسيق بين الوزراء واختلاف بين وزيرين مما يدل عدم التنسيق بين الوزارات المختلفة فبالتالي شون رح يعالج الأمور والإخفاقات والمشاريع المهمة للوطن والمواطنين الهدف الأساسي من الاستجواب نوضح الحقيقة للناس والمحاسبة الحقيقية ولا تحصين لسمو رئيس مجلس الوزراء ونرفض تحويلها للسرية وأيضاً مع العلنية وضد الشط أو تحويلها إلى التشريعية إذا كانت الحكومة الدعي أن تحقق المصحة العامة وترتقي في البلد اثبتوا كل ذلك في الجلسة وأي شخص يبي يوقف مع الحكومة خلي يوقف مع الحكومة ولكن لا نقبل التخوين أو ترويج الإشاعات كما حصل في السابق لذلك نحذر على أي شخص يبي يوقف مع الحكومة وأوقف معها ولكن لا تروج الإشاعات ونطلب من سمو رئيس الوزراء أن يحتلل المناصة ويذكر كل الأمور بالحقائق والأدلة وما هو السبب الرئيسي بعدم استغلال الفوائض المالية بالفترة السابقة ولما صار العجز مسوا جيب المواطن وراحوا على طول بضرب ميزانة الأسر ما عالجوا الأمور بتنويع مصادر الدخل ولا تنويع الإيرادات العامة إنما زاد الهدر وزادت المصاريف بالإضافة إلى هناك جهات حكومية تحتفظ بالإيرادات ما تقدر بتقريبا 20 مليار دينار كويتي والدولة متجهة إلى تصدير السندات بقيمة 8 مليار دولار 20 مليار دينار توازي 20 مليار دولار فبالتالي الإجراءات خلط الإجراءات خطأ فكل الأمور تراجعت لما أنا حدد 20 مليار دينار أكثر من 20 مليار دولار فلما تصدر سندات بقيمة 8 مليار دولار فشي ألقى أعوضح لك أن لا يوجد رؤية مستقبلية إنما رؤية ضبابية وكذلك برنامج الحكومة لكل النواب لأثبتوا وأكدوا أن هذا المرنامج هلامي ضعيف لا يمكن تحقيقه لأرض الواقع فاليوم الأمور جداً وابحة الحكومة لا تجاوب للأسئلة البرمانية بالإضافة إلى برنامج ضعيف متهالك عدم القدرة على تنفيذها على أرض الواقع فتأتي المحاسبة اليوم لكشف الحقيقة والمحاسبة على تراجع البلاد في كل المقاييس بالنسبة للمشارات الدولية بالنسبة للصحة بالنسبة للإتفاع للفساد وتعزيز للأسف الاحتكار ولا يوجد دولة رأس مالية تعزز الاحتكار عدم تنفيذ قوانين الدولة إنما عرقلتها ويوجد تضارب وتعارض وتداخل الاختصاصات بالنسبة للهيئات والمؤسسات التابعة للدولة بالإضافة إلى تعيين السياسي من أصحاب ضد ذوي الخبرة اليوم التركيز أولا مع كل احترام والتقدير للوافدين أنتم في بلدكم الثاني ولكن الأساس ما نص عليه الدستور التركيز على الكويتي بالإضافة إلى شوفوا النسب بالنسبة للوافدين مقارنة بالكويتيين بالنسبة للتوظيف الأعداد لا يوجد أي مقارنة فرق كبير فرق شاشئ لم تسلط الحكومة الضوء على قضية الإسكانية ولا على معالج الإخفاقات بالنسبة لسوق العمل هدر في الميزانية لا يوجد رؤية انتشار الفساد تعزيز الاحتكار ضرب المرافق الصحية تدهور الرياضة كل هذه المقاييس من يتحمل اليوم رئيس الوزراء بضعف التنسيق مع الوزارات المختلفة ولذلك السبب الرئيسي في دهور تدهور البلاد في كل المقاييس لو بقارنة الكويت مع الدول الجوار كلنا نمر في نفس الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية انما اغلبهم سبقونا وكانت الكويت درة الخليج والله الحمد يجب أن نحافظ على هذا الأمر ولكن للأسف تراجعنا فالمحاسبة اليوم ليس تأزيما الهدف الأساسي ان المحاسبة نكشف كل الأمور وعلى رئيس الوزراء والوزراء تنفيذ ما جاء فيه تقاريد المحاسبة وأخذ بالاعتبار المراحضات ومنخالهات فيه الرقابة المالية وتركيز في القضايا المهمة للوطن والمواطنين مثل السكان الصحة والتعليم وغيرها وانا أؤكد ان السجوابي مع الأخ الفاضل شعيب المويزري وبالتنسيق مع الأخ والأفاضل اللي قدموا النواب قبلنا مرزوق الخليفة ومحمد المطير ووليد الطبطبائي الهدف الأساسي هي المحاسبة الحقيقية الحكومة خذت فرصتها وانما هذه الفرصة بيّن ان انتشر فيها الفساد ولم يتم معالج أي أمر بالنسبة للقضايا المهمة انما كانت توعد وتشتري الوقت توعد وتماطل في الوقت فأنا زاهب لأي سؤال واسأل الله التوفيق أنا بس برد السؤال عاستي طلع بالمكروفون قال ان هذا نوع من التأزيم وهي حركات طفولية عدم استقرار سياسي أنا بترفع عن الرد بالنسبة حق هالأمور بروح لجزئية عندما سجد سمو الرئيس الوزراء في تاريخ تسو عشرين عشرة الفين وثلاثة عش قالوا هذا نوع من التأزيم والشي اللي أثبت قلت لكم إذا تركنا المجال أكثر من غير محاسبة راح يزيد الفساد والتدهور والهدر في الأمال العامة واليوم نحن نتكلم بتاريخ ستة عش أربع الفين سبعة عش بعد مرور ما يقارب يعني أربع سنوات الله ما زادت التدهور عدم الربط بين وزارات المختلفة تراجعت البلاد في كل المقاييس فالتأزيم عندما أنا أوقف ضد المراقبة التأزيم عندما أنا أساند حكومة لا تنجج لا تنفذ التشريعات مجلسلمة لا تجاب على الأسئلة البرلمانية التأزيم من يساند الحكومة في الباطل ولا يساندها في الحق لكننا متعاونين للمصرح العامة خذت فترة من الكفاية شفنا الأمور تدهورت من واجمنا برا بقسمنا وإيماننا أن الشعب الكويت وثق في فينا وتحمل مسؤولية ودسامة الموقف أننا سنقدم هذا الاستجواب في تحمل مسؤولياتنا بالكاملة أنا وإخواني زملاء لأن أنا أثق فيهم بحرصهم وقدرتهم على المحاسبة أنا ملكات باسم التوويح أنا ملكات باسم التوويح أنا ملكات 20 مليار دينار أموال أبيسة ولكات بأدنة أكثر من 20 مليار دينار أكثر من 60 مليار دينار أنا القز في 20 مليار دينار محجوزة في مؤسسات وجهات الدولة وهي أكثر من 60 مليار دولار لماذا أنا حولتها للدولار؟ لأن السندات أصدرت بالدولار وهي 8 مليار دولار لما تصدر السندات وأنت عندك إرادات ما يقارب أو أكثر من 60 مليار دولار من الأصل أحولها إلى الاحتياط العام لأن دائما يسد العجوزات تسحب من الاحتياط العام تغذي الدولة وهي خزينة الدولة الحساب الختامي والميزانية والسندات تعوض الاحتياط العام فإنما بأوله هذه الإرادات المحجوزة المقدرة في 20 مليار دينار كويتي وهي أكثر من 60 مليار دولار تحويلها إلى الاحتياط العام لتعزيز خزينة الدولة وهذا الأمر ذكرناه ليسمو رئيس الوزراء وبحضور وزير المالية والأشغال وأيضا وزير النفط باجتماعنا في لجة الميزانيات فكل هالأمور طرحناها في السابق كنا نسعي ونحرص كل الحرص بمعالج كل الاختلالات التي صارت والتراجع واليوم دور المحاسبة الحقيقية وتفعيل الرقابة طبعا هذا السؤال هذا السؤال جاوته من قبل ورده جاوه السؤال إذا تم شطب الاستجواب وأنا قدمت استقالتي في المجلس السابق وذكرته المجلس السابق أنا قدمت استقالتي بعد ما شطب الاستجواب وهي الشعر التي قسمت ظهر البعير مو بسبب فقط شطب الاستجواب إنما كان المجلس السابق صوري شكلي لا قيمة له اللي كانت تحقيق كانت صورية لا يراقب لا يشرح يساند رئيس الوزراء والحكومة في كل الأمور لا يجابون الأسئلة البرلمانية التشريعات تم تعطيلها الأسئلة البرلمانية ما كان يجابونها وأنا بكون واضح هذا المجلس بعض الوزراء لا يجابون الأسئلة البرلمانية ولكن المجلس السابق الغالبية من الأسئلة لا يتم إجابتها كان المجلس يشطب الاستجواءات من غير أصل قراءة من غير أصل لا يطلع الاستجواب بإحدى الأمور يقدمنا الاستجواب الأخير وكان بتاريخ 13-4-2014 قدمنا إلى رئيس المجلس ما وزع للصحافة وطلعوا النواب وقالوا هذا الاستجواب هدف ضرب المجلس والاستجواب غير دستوري وهم لم يطلع أي نائب عليه أتكلم عن بعض النواب إنما لم يوزع عليهم فكانت سلسلة من المواضيع بالنسبة للمجلس السابق بالنسبة للمجلس كان فاشل بامتياز في كل المقاييس في التشريع وفي الرقابة وبدليل نحن قد نعدل تشريعاتهم بالنسبة للبصمة الوراثية بالنسبة لقانون الأحداث بالنسبة للرقابة شلة التنمية ارتفع مؤشر الفساد فأنا أؤكد أني ضد الشض مع الاستجواب العلني وضد السرية وضد تحويلها إلى لجنة الشريعية أو الدستورية تفضل بالنسبة للأمور المهمة التي تخص الوطن والمواطنين ومخالف الدول المحاسب والرقابة المالية وشؤون التوظف وتراجع البلاد والميزانية والبنود ونقل البنود ومخالف لقواعد الميزانية اللي حصل هو الآتي أن الحكومة وزيرين اختلفوا بحضور رئيس الوزراء رئيس الوزراء لم يحسم الجدل فبالتالي إذا الحكومة اختلفت وهي معروفة في التضامن فمن الطبيعي بدل أقدم استجواب بعد أسبوعين المفروض أعطيهم المهلة أقدم استجواب مبكرا لأن الصورة وضحت بالنسبة لي أعطيها أسبوعين لتمارس تجاوزات والمخالفات والملاحظات واستمرارها فالاستجواب أنا أرى أنه أتى في وقته وفي محله وأي شخص اليوم يرى في نفسه سواء وزير أو رئيس وزراء أو نائب أول أو أي طرف حكومي يعتلي المنصة ويفند بناء على كل الأسئلة وهو سؤال مغلظ للأستجواب والحكم للنواب نحن علينا أن نطرح القضايا بالسند والدليل والبرهان وكل الأمور بالأدلة وعلى رئيس الوزراء أن يفند ويوضح لشعب الكويت الكريم مدى الحكومة هل هي ماشية بالتجاه الصحيح ونؤكد أن الحكومة لم تراعي الملاحظات والمخالفات الواردة في التقارير من الجهات المختصة الرغابية أعلم أننا أجد غير غليل للنواب تحصين مجرر للسجاة في المرحلة المغضلة في موضوع الأدلة المترجم للقناة عليه اليوم أن يبر بقسمه ويرى كل الأمور والمعطيات أمامه اليوم الدولة تراجعت السياسة العامة للحكومة فشلت وتراجعت في كل المقاييس وأبي سلط الضوء على نقطة رئيسية في الجلسة الأخيرة عندما ذكروا قبل شهر قالوا أجلوا المحكمة الإدارية والحكومة راح تشوفون تفاعلها وتعاونها هذا الكلام من شهر عندما حصلت في الجلسة الأخيرة وبتاريخ 11.04.2017 رأينا الحكومة صوتت ضد القانون أنا ما عندي مشكلة صوت ضد القانون هذه الديمقراطية لكن لا توعد في التعاون والصوت مع القانون وثم تنكب في وعدك وهذا يبين أن الحكومة ماشا مو إبطار صحيح وليس ببرنامج واضح وبدليل أن من حص الرئيس الوزراء اليوم يجب أن يرى ما هو باللستجواب ويحكم ضميره نسأل الله تفريق شكر لكم على الأسئلة شكرا لكم على الأسئلة